اشتركوا في القناة الليل والنهار آيتان كونيتان عظيمتان قال تعالى وجعلنا النهار معاشا جعل الله سبحانه وتعالى النهار مبصرا مضيئا حتى يستطيع الناس السعي في طلب الرزق والقيام بالأعمال المختلفة التي تيسر لهم شؤون الحياة المختلفة وجعلنا الليل لباسا جعل الله سبحانه وتعالى الليل للراحة والسكينة بعد نهار من العمل المتعب حتى يستطيع الإنسان أن يريح جسمه وعقله ليستطيع أن يواصل العمل والسعي في يومه التالي سبحان الله الذي أبصر النهار للعمل وأسكن الليل للراحة قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة في حركة دائمة دقيقة لا يسبق أحدهم الآخر خاضعان مستسلمان لله الليل والنهار يخضعان لمشيئة الله عز وجل الذي خلق كل شيء فأبدع خلقه قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب سبحان الله ما أجمل ما خلق الشمس جرم سماوي ضخم يستمد ضياءه من ذاته وضوء الشمس هو المصدر الأساس لبقية مصادر الطاقة بدون الشمس لا حياة على الأرض القمر جرم معتم يستمد نوره من الشمس فالوجه المنير للقمر هو انعكاس ضوء الشمس على سطحه ما أعظم الشمس والقمر وما أعظم بارئهما قال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فالشمس لا تطلع في الليل كما لا يطلع القمر في النهار وله ضوء كل في فلك يسبحون أي يجرون سبحان الله الذي جعل لكل من الشمس والقمر مسارا دقيقا منتظما لا يحيدان عنه قيد أنمولا الحمد لله الذي خلق الكون وسخر كل ما فيه للإنسان سبحان من خلق كل شيء بإعجاز سبحان الله الذي وهب لنا هذا الجمال فيما خلق وأبدع الليل والنهار والشمس والقمر دعائم الحياة بإبداع الصور الليل والنهار والشمس والقمر دعائم الحياة بإبداع الصور في الليل راحة وسعي في النهار والجسم يستريح ليكمل المشوار الليل والنهار والشمس والقمر دعائم الحياة بإبداع الصور في شمسنا الضياء والنهار والنهار والشمس والقمر دعائم الحياة بإبداع الصور الشمس والقمر كلاهما يسير فليس منهما من يسبيق المسير الليل والنهار والشمس والقمر دعائم الحياة بإبداع الصور سبحان من سوى وأبداع التصوير سبحانه الرحمن الوحيد القدير سبحان من سوى وأبداع التصوير سبحانه الرحمن الوحيد القدير